بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين أما بعد يا أحباب معدرت الثاني في الوحدة الثانية بعنوان تقدير نواتج الجمع الصف الثالث لابتداء التقدير هنستعمله علشان نجد جواب أريب من الدقيق يعني مش الدقيق مش الجواب الصحيح لكن ايه أريب منه عشان ايه يساهل علي ممكن استخدم بطريقتين فيه تقدير وفيه حاجة اسمها الأعداد المتناغمة الأعداد المتناغمة أول حاجة التقدير يعني مثلا جاي ما احنا تعلمنا قبل كده سبعة أكبر من خمسة إذن هتزود على الأربعة واحد ونحط مكان السبعة صفر يبقى إذن اعطتني خمسين طيب الأربعة مش هتعطينا شيء هتعطينا صفر بس وثلاثة تفضل زمهية وبعدين أدمع ده اسمه التقدير أما العداد المتناغمة فبيعمل لي ازاي بنشوف السابعة دي أريب من الخمسة آه يعني أقول خمسة واربعين الأربعة دي أريب من الخمسة يبقى أول خمسة وثلاثين يبقى إذن الأعداد المتناغمة ممكن أقول خمسة بدل الصفر ما حط صفر مكان الأربعة أو مكان السبعة لأول خمسة واربعين وخمسة وثلاثين وبعدين أجمعهم برضه يعطيني في الآخرة يعطينا التمانين بس إيه دي اسمها طريقة العداد المتناغمة التقدير بنحط صفر مكان العدد الأول وبنزود واحد أو ما نزودش أما العداد المتناغمة بقرب لو هو قريب من خمسة أحط خمسة مش قريب ما بحطش هاهو تعال هنا وقدر باستعمال الأعداد المتناغمة شوف هنا اللي اتنين دي هل هي قريبة من خمسة لا مش قريب يبقى عشرة بس التسعة دي قريبة من خمسة لا لكن أتعطي للثلاثين بقى تربعين يبقى كده يعتطني خمسة تعال بقى كده نشوف هنا الثلاثة قريبة من الخمس نقوم بقت خمسة وسبعين ليه زودت خمس خليتها خمس الثلاثة دي برضو قريبة من الخمس بقت خمسة وعشرين عرفت يعني بقى متناغمة يبقى لعداد المتناغمة مثلا زي خمسة وعشرين تبقى خمسين تبقى خمسة وسبعين يعني ممكن كده ممكن كده التلاثة زي التلاثة التلاثة دي تعطينا ايه خمس تبلوية اثنين خلص احط مكانها صف لو تلاثة واربعة اخلاها خمس دي طريقة الاعداد المتناغمة لكن لو كان التلاثة واربعة في التقدير بشيلهم وحط مكانهم صف ده الفرق بين الاعداد المتناغمة والتقدير وهنروح لطبق علشان نعرف على الواقع شوف هنا بيقول لي باستعمال التقريب ما قال ليش هنا بقى اعداد متناغمة تقريب يعني اذا دي هتبقى 30 ده اسمه التقريب يعني ليه ما فيش اعداد متناغمة ما في اعداد متناغمة لو الاعداد المتناغمة بتفرق ممكن حط خمس هنا 30 طيب وعندي هنا كام السابعة تأتي للخامسة هتبقى كام هتبقى 60 وعمل هنا كده زائد ونجمعهم ونحط هنا شرط الكشرة ونجمع صفر وصفر وصفر وستة وثلاثة تسعة شفت بقى التقريب فيدي فيدي ونجمع التقدير يسهل علي بعد المعودة اقول واحد زائد سبعة لا على طول صفر وصفر على طول سهل الجامعة ثلاثة 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 الثلاثة واربعة سبعة يعني سبعين. هنا استعمال الاعداد المتنغمة ينبغي لك من الاعداد المتنغمة. الثلاثة واربعين الشهديد من الخمسة، ستبقى كمسة واربعين، مافي الصفر؟ والستة قريبة من الخمس ستكون خمسة وخمسين خلنا بل من الاعداد المتناغمة لان الستة اقرب الى الخمس مش اقرب الى انها تزود واحد على الخمسين ستين يبقى كده اعداد متناغمة يعني خليت الستة قربت على الخمس والثلاثة برضه قربت على الخمس ومعدين اقول بقى خمسة وخمسة عشر صفره معايا الواحد انا امسح دي بس واخليها زائد وحط هنا معي ايه واحد واحد واربعة خمس وخمسة برضه عشر كده بقت ايه مية الواحد ده هل هو قريبة من الخمسة لا يبقى بنحط الصفر الاربعة قريبة من الخمس تبقى خمسة وتسعين دي اسمها الاعداد طريقة الاعداد المتناغمة ليس لازم بقى كل صفر زي التقدير بعدين بقى نجمع صفر وخمسة خمسة وتسعة وتسعة تمنتاشر هنا برضه الاتنين ده مش قريبة من الخمسة تبقى خمسة السبعة قريبة من الخمسة تبقى خمسة تبقى خمسة تبقى خمسة لكنها تزود ثلاثة عشر تبقى عشرية دي اسمها لو كان في التقريب لكننا هنا في الاعداد المتناغمة بعدين بقى نقول سفر وخمسة خمسة وخمسة وواحد ست أعرفنا الفرق بين المتناغمة ان انت منك تشعر خمسة او تحط صفر لكن التقريب لازم يكون انا برضو بيقولي استعمل قدر مجموعة الطلاب المشاركين عاوز تأدير مش عاوز عدد متنغمة هيبقى كام عندي تلاتة وخمسين وعندنا خمسة واربعين طبعا احنا بقى بيقولي قدر مع الليش متنغمة فعشان هقدر هخلي دي خمسين اللي فوق والتانية برضو خمسين برضو هتبقى ايه خمسين ونجمعهم صفر وصفر هو صفر وخمسة وخمسة عشرة يعني يعطيني مية يبقى هوا ده التقريب او التأديل ارجع الى السؤال سبعة واباين جاي فممكن انواتك التقبات وليكون الجواب الدقيق هو المطلوب لو احنا عايزين الجواب المطلوب المطلوب اهو هنقول تلاتة وخمسين وخمسة واربعين وبنعمل زائد ونقول تلاتة وخمسة تمانية وخمسة واربعة تسعة يبقى ده كده اسمه الجواب الدقيق تمانية وتسعية لكن التأدير مية هذا هو الفرق بين الجواب الصحيح الدقيق والجواب التأديل تمام كده اقدر باستعمال التكريب هنا مش عمد الاعداد المتنغمة لسه جاي تحت هنا بالتقريب هذا الدرق يبقى الاربعة مشطعتي هتبقى ستين برضو الاربعة مشطعتي هتبقى تلاتين لان الاربعة صغيرة انا اتفقنا انه لازم يكون خمسة الى اكثر عشان ازود على العشرات وبعدين نضع الخط هتبقى تسعين صفر وصفر وصفر وستة وتلاتة تسعة هنا بقى الخمسة التمانين هتبقى تسعين ليه لان الخمسة هتزود على التمانية واحد هتبقى تسعين والواحد مش هيزود هتبقى عشرة ونجمعهم نضع الشرطة سفر وصفر هو سفر وتسعة وواحد عشرة يبقى مية برضو الستة هتعتل الخمسة هتبقى ستين والاتنين تبقى عشرة سفر وصفر هو ستة وتنين تمانية برضو هنا دي هتبقى عشرة ليه لان الواحد صغير والستين هتبقى زي ما هي ماش هنزود ليه لان الاتنين صغيرة وهنجمعهم هيعطوني سبعين برضو تسعة وقت كبيرة تبقى خمسين العشرين هتفضل زي ما هي حطينا كده زائد وصفر وصفر هو صفر وخمسة واثنين سبعة يعني سبعين تمانية كبيرة تزود على الواحدة تبقى عشرة والا اربعة الواحد هو صغير يبقى مش هنزود شيء يبقى عندي ستين هينما الاعداد المتناغم ازا معرفنا ان التلاتة هتبقى خمسة يبقى خمسة وعشري ايه التمانية اقرب للخمسة وعشرين والله اقرب بالتلاتين اه قريب للتلاتين لان كده انا زود اتنين بس ابقى تلاتين لكن عشان اشيل تلاتة عشان اوصل لخمسة وعشيل لا يبقى تزود احسن ونقوم نحط هنا ايه الزائد كده صفر وخمسة اولا اعمل شرطة الكسر خمسة واثنين وثلاثة برضو خمسة هنا تبقى خمسة وتسعين لان الاربعة قريبة من الخمسة وبرضو الاربعة عشر سيبقى خمسة حط زائد شرطة الكسر وخمسة وخمسة ستعطيني عشرة صفر ومعايا واحد حط الواحد فوقت تسعة تسعة وواحد عشرة وفي واحد كمان يبقى احداشر يبقى معانا مية وعشرة طبعا لو كنا نستخدم التقريب كانتها تبقى مية بس شفت الفرق بين التقريب والعداد المتناغمة في زيادة الثمانين زي ما هي والخمسة في الاعداد المتناغمة برضو تبقى زي ما هي لان ده اعداد متناغمة مش تقريب لو كان التقريب كانت بقت عشرين ناخد بالنا الفرق بين التقريب والاعداد المتناغمة متناغمة يعني ممكن نحط الخمسة زي ما هي لكن تقريب او تقدير لازم ازود الخمسة تدي الواحدة بعشرين هناك كده خمسة وتسعة شوفت بها طلع مش لازم مية عادي تطلع خمسة وتسعين لان ده اعداد متناغمة انا تلاتة وثلاتين هتبقى خمسة وثلاتين لان التلاتة قريبة من خمس السبعة قريبة من الخمسة ولا قريبة من الاربعين لا قريبة من الخمس يبقى 35 لأنها شيل اتنين بس لكن لو انت زودتها خليتها اربعين هتزود ثلاث يبقى الافضل نعمل ايه نعمل نعمل ان احنا نخليها 35 نحط صفر هنا كلا خمسة وخمسة عشرة صفره معايا الواحد احطه فوق الثلاثة بواربعة وتلاثة سبعة بتفرق في المتناغمة غير التأدير التمانين زي ما هي ليه ما نزودش على صفر حاج التسعة وتمانين قريبة من التسعين مش قريبة من خمسة وتمانين صفر وصفر هو الصفر وتمانية وتسعة سبعتاشر يعني هتعطيني مية وايه وايه سبعين تمانية واربعين قريبة من الخمسين مش قريبة من خمسة واربعين والتسعة وعشرين قريبة من التلاتين ما هياش قريبة من خمسة وعشرين وبعدين خمسة وتلاثة تمانية والصفر زي ما هو يبقى عندي تمانين وقدر مجموعة المشاركين هنا تأدير يلا نقدر سباق قاطع المسافات عدد المشاركين الاولين تسعة وسبعين يعني هتبقى تمانين واحد وخمسين يعني هتبقى خمسين ونعمل زائد صفر وصفر هو الصفر هو اللي نحط شرطة الكسر ونخلينا كده في الواسعة تحت عشل تبان وخمسة وتمانية تلاتة عشر والتسعين هي الاقرب لان الاثنين ما بتزوجش وبعدين حاج معهم واقول صفر وصف هو الصفر والستة وتسعة خمستاشر تبقى طلعت مية وخمسين مية وخمسين المفروض اكتب له باللغة العربية على شيء خاطر الاجابة تبقى دقيقة هنا اقول له مجموعة المشاركين مشارك او متصابق هنا كده مية وثلاثين ايه متصابق وهنا مية وخمسين مشاهد الاجابة تبقى بالتمييز بتاعه يعني هو ايه المية وخمسين ايه ريال ولا متصابق ولا مشاهد ولا كده خلاص كده احنا كده عرفنا ايه التمييز مهم جدا باستعمال كل من الارقام واحد واثنين وثلاثة واربعة مرة واحدة يكتب عددين يتكون كل من هما من رقمين بحيث يكون تقدير كل من هما اقل من خمسين حلو اوه هو عاوزنا نعمل له عددين يكون اتنين بس عددين من رقمين يكون كل من هما اقل من خمسين حلو اوه اعمل له العددين مرة الاولانية تلاتة واربعين وعدد تاني اربعة وثلاثين وممكن اعمل له كمان اتنين واربعين وعمل له كمان اتنين وعشرين وعمل له كمان واحد واربعين كفاية كده قدر كل من علي وعمر ناتج جامع فمن من هما اتبعه الطريقة الصحيحة علي قال 26 ستعطيني 30 و 47 ستعطيني 50 يبقى ايزا علي علي قدر تقديرا صحيح صحيح اما عمر فقد جمع و اتى بالاجابة الدقيقة في فرق من التأدير والاجابة الدقيقة عمر عمر اتى بالاجابة الدقيقة اما علي قدر تقديرا صحيح قدر تقديرا صحيح يبقى علي هو اللي صح لكن عمر جمع اتى بالاجابة و اتى بالاجابة الدقيقة اصف موقفا من واقع الحياة يكون في استعمال التقدير لاجابة طريقة غير مناسبة مثلا لو اشتريت لو اشتريت بمبلغ بمبلغ اربعة واربعين ريالا و مرة ثم اشتريت ب ثلاثة اربعة وثلاثين ريالا وتم تقدير المبلغ سادفع سادفع سبعين ريالا وهنا يكون البائع قد خسر سبع ريالات و المرة الاولين اشيلت اربعة و المرة التانية اشيلت تلاتة يبقى هذا تقدير غير مناسب اذا اشتريت بمبلغ اربعة واربعين ريال ستتقدر اربعين وباربعة وثلاثين ستتقدر تلاتين كده ادفع كام سدفع سبعين والمفروض كده ادفع كام سبعين يبقى الحياة البيئة خسر كام خسر خمسة و امسله كثير لو أنا مثلا إذا أنفقت اشتريت بردو بخمسة واربعين ثم بستة واربعين عند التقدير سأدفع ميت سأدفع مئة ريال مئة ريال ولكن بدون خلاص وهكذا أكون خسرت تسعة ريال للمرة الأولانية تقدر ربط خمسين خسرت خمس والتانية تقدر ربط خمسين خسرت أربعة يبقى لكذا خسرت كام تسعة ريال المفروض لو جمعناهم سيطلعوا كام سيطلعوا واحد وتسعين ليس مئة لأن سيطلعوا تسعة ريال سيطلعوا تسعين ريال بالتقريب انا كده هدفع تسعة ريال زيهاد بالصح كده انت خسرت تسعة ايه بريال قدر ناتج جامع باستعمال التقريب طبعا لي هتبع عشرين ولي خمسين عشرين وخمسين سبعين لدي سعيد اربع اهواد يريد زراعتها بالورد بحيث يزع كل منها 11 ورد طبعا لو قد تقدر ال 11 دي هتبع عشر قدر كم ورد على سعيد شراءها لزراعة الاحواد الاربع يبقى عشرة في اربعة باربعين هنقول لي ايه عشرة فاربعة عشرة في اربعة هتساوي ايه اربعين يبقى احنا كده قدرناه ده التقدير التقدير هنا سهلة هيريحني لكن لما بيكون في الفلوس بيخسر اكتب العدد المناسب واحدد الخاصية نكتب العدد المناسب اللي هنا هو طبعا تمانية واربعة اتناشر وسبعة تسعة طاشر Gibson ونمتغل سفر ونمتغل لكانتب ونمتغل هنكتب إيه تكلفة اسوحك أول شيء نكتب هنا كثمانية نكتب بس التجميع ونكتب هنا كثمانية بالماوس ونكتب العنصر المحايد ونكتب الإبدال في صباح أحد الأيام قطع أحمد مسافة سبعة كيلو من بيت إلى مركز تجاري ثم قطع مسافة وفي نهاية اليوم عاد إلى من مكان عمله إلى المنزل من الطريق نفسيها التي سلك أحدد كم كيلو قطع أحمد زهابا وإيابا طيب أول شيء نغير الرياضيات نجعلها تكتب بالرياضيات ونذهب نكتب أول شيء أقول لك ستاشر وهنا سبعة صح؟ وبعدين سنقررهم كمان مرة اخذ المحايد أخذ مرة اخذ الواحد وده الواحد سبعة وستة تلاتاشر ثلاثة ومعايا الواحد واحد وواحد اثنين وهنا برضو هيبقى نفس الرقم ثلاثة وعشرين المرة دي بقى هاخد الثلاثة وعشرين واؤل زائد الثلاثة وعشرين ثلاثة وثلاثة ستة واثنين واثنين اربعة يبقى سبعة وستة تلتاشر التمييز كيلو متر كيلو متر كاف ميم يعني كيلو متر يبقى احنا كيلو عملناها بطريقة ايه افهم خطط حلة ايه كده لو انت عاوز تتحقق بتعمله كده تقوله ستة واربعين مشكلة ان احنا الوقت لازم نغيره او هو ما طلبش منه لخطوات ولا غيره خلاص كفاية كده عشان مطولش ايه عليكم وبتالك نكون خلصنا الدرس او خلصنا الحمدولله تنسوناش من لايك والدعاء والاشتراك في القناة حط لايك ما يلوبك سواب ما تبخالش علينا باللايك والدعي لنا وينعي له صديق او زميل يرسله القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة